مؤشر انتشار الجرائم من سريقة وقتل ونزاع توازيها جرائم المعلوماتية في ظل عالم بات يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتحت بنود قانون العقوبات العراقي أحيلت إحدى صانعات المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي والمعروفة بأم فهد إلى القضاء بعد متابعة من وزارة الداخلية لحسابها والتأكد من صناعتها محتوى هابط الإعلان لقى استحسانا واسعا من قبل كثيرين من المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة من قبل أولياء الأمور سيما بعد تصاعد كمية المحتوى المؤذي أخلاقيا والذي يؤثر على الفئات العمرية الصغيرة والمراهقة وعلى تحصيلها العلمي والنفسي إلى درجة اتهام بعض النشطاء بتقصير رسمي تجاه حسابات كثيرة تنشر ما وصفها بالرذيلة وما أكده مختصون بأنها صناعة صب في الإساءة للذوق العام وبث رسائل التخدش الحياء في المقابل رفض آخرون تشكيل اللجنة وعارضوه معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة وهو ما عبر عنه مراقبون بأن مفردة المحتوى الهابط تدخل في باب التعريف المطاط القابل للتأويل في كل قضية وحادثة جديدة مما يعيد الأذهان إلى الخلافات المستمرة على قانون جرائم المعلوماتية الذي يتناقض مع المادة الثالثة والثمانين من الدستور والتي تكفل حق حرية التعبير وتبقى معضلة الحريات العامة عاملاً يؤخر ترتيب العراق في القائمة العالمية إذ وضعته منظمة فريدم هاوس في قائمة الدول غير الحرة بالنسبة لاستخدام الإنترنت وصنف العراق في المرتبة الثانية والأربعين العام الماضي وفق المؤسسة العالمية بمؤشر حريات استخدام الإنترنت فيما عدا ذلك فإن أم فهد ومن ينشر ذات محتوها تعدت حدود الذوق والأخلاق الإنسانية بحسب عراقيين رفضوا وجود هكذا محتويات تعكس صورة هابطة عن الشارع العراقي وهو منها براء